أكدت مصر دعمها الكامل للمقترح السوداني لتشكيل ربعية دولية تقودها جمهورية الكنغو الديمقراطية للتوسط في أزمة سد النهضة وأشارت مصر إلى أهمية أن تتسم المفاوضات بالفاعلية والجدية لتعظيم فرص نجاحها جاء ذلك خلال لقاء وزير الموارد المائية وري محمد عبد العاطي مع المبعوث الأمريكي للسودان السفير دونالد بوث ومبعوث الاتحاد الأوروبي مارينا فرييلا للتباحث حول الموقف الراهن لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي وسبل إعادة إطلاق المفاوضات بهدف التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد